بسم الله الرحمن الرحيم أنت الله مولانا الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربي العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا لعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أحبتي تقدم أن الأصل أن الأسلوب العقلاء في الأمارة في الكاشف الظني أنه مجرد كاشف عن الواقع وليس له تأثير على الواقع أنه مجرد طريق هذا هو الأصل فيه وتقدم أن هذا الكاشف الظني يمكن أن يمنح الحجية ويمكن أن تسلم عنه الحجية أو لا يمنح الحجية فلا يكون حجة وتقدم أن الأمارة وهي الكاشف الظني عن الواقع إذا ثبتت حجيته طبعا بالقاطع فإنه يكون حجة حتى مع إمكان العلم بالواقع مع أنه كاشف ظني ولكن بما أنه صار حجة فيكون حجة حتى مع إمكان القطع بالواقع وهنا حصلت إشكالية أنه كيف يمكن للمولى الحكيم أن يجعل أن يمنح أن يشرع الحجية للكاشف الظني مع إمكان الكاشف القطع المصنف رحمة الله تعالى عليه حل الإشكالية وقال هذا ممكن وله حلول وهناك ثمرات محتملة متوقعة لهكذا تشريع فلا يكون لغوا ولا يستبعد من الحكيم سبحانه وتعالى الذي لم يقبل هذه التأويلات هذه التحليلات هذه الاحتمالات في بيان ثمرة وفائدة تشريع الكاشف الظني مع إمكان القطع الذي لم يقبل هذه التحليلات قال هذا قبيح هذا التشريع لا يتخيل لا يتصور من الله سبحانه وتعالى أنه يشرع حجية الظن مع إمكان الإلم وبالتالي احتاج إلى تبرير تبرير الحجية بيان وجه للحجية غير الطريقية تتوقف عندها الطريقية أنه الظن أو الكاشف الظني مجرد كاشف عن الواقع مع إمكان القطع هذا ما قدري قبله وبالتالي لجأوا إلى السببية السببية هي بمعنى أن يكون هناك تأثير لنفس الأمارة على الواقع هذا تقدم الطريقية أن الأمارة ليس لها تأثير على الواقع مجرد كاشف السببية أن للأمارة تأثير على الواقع وهنا تحليلات نذكر الأول والثاني ونركز على الثالث الثالث هو الذي طرحه المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه ليذهب معي الأحبة إلى اللوحة رقم واحد التي تؤسس للفكرة مناهج تفسير جعل الحجية جعل الأمارة الأمر من قبل الله سبحانه وتعالى بالعمل بالظن مع إمكان اكتساب العلم هذه مشكلة كبيرة مشكلة عويصة هناك منهج هو منهج المصنف منهج الطريقية وهناك منهج السببية الطريقية تقدم أنها هي الأصل ولكن إذا امتنعت عند البعض لم يمكن عندهم تصور الطريقية فإنهم يلجأون إلى السببية منهج الطريقية هو الذي اختاره المصنف أن تشريع العمل بالأمارة الظنية ناشئ من جهة كونها طريقا من جهة كونها كاشفا عن الواقع نافذة للواقع وليس فيها مصلحة خاصة عدى مصلحة كاشف هي مجرد كاشف والذي يدعو للعمل بالأمارة هو الأحكام الواقعية التي تكشف الأمارة عنها ليلتفت الأحبة إلى هذه الفكرة لاحظوا أحبتي المولى يقول في أصل التشريع في أصل الحكم الشرعي يقول بر والدك أطع والدك أدخل السرور على والدك ارحم اليتيم هذا أصل الحكم الشرعي هذا له مصلحة أو ليس له مصلحة الأحكام الشرعية أليس لها مصالح بما هي في واقعها نعم لها مصالح تأتي الأمارة يأتي الكاشف الظني يأتي خبر الواحد يأتي الظهور يكشف عن هذا الحكم الشرعي الذي هو أطع والدك أسعد والدك لا تعصي والدك أسعد اليتيم أدخل السرور على قلب اليتيم وسع على عيالك وأمثال ذلك هذا الكاشف الظني يكشف عن هذا الأمر المهم ثم الله سبحانه وتعالى يقول أطع الكاشف الظني لماذا يطع الكاشف الظني لأنه يريد الواقع فالأمر بطاعة الكاشف الظني الأمر بطاعة خبر الثقة مثلا الأمر بطاعة الظهورات من شأه هو ما كشف عنه الدليل الظني ما كشفت عنه الأمار مثال أوضح لا سمح الله غرفة صار بها حريق فالمولى يقول أجلب الماء لإطفاء الحريق هنا أجلب ظاهرة بأنها فعل أمر مثلا مثلا ظاهرة بالفورية على القول بالفورية مثلا هاي ظواهر هناك مصلحة للعمل بهذه الظواهر للعمل بهذه الطرق للعمل بهذه الكواشف الظنية ما هي المصلحة ليس في خصوصها وإنما مصلحتها من إطفاء الحريق الواقع الذي تكشف عنه الأمار هو الذي يدعونا للعمل بالأمار لا أن هناك مصلحة خاصة في ذات الأمار في نفس الأمار تدعونا للعمل بها وإنما الواقع المصالح الواقعية ملاكات الأحكام التي تكشف عنها الأمار هي التي تدعو للعمل بالأمار مثال آخر أوضح الفكرة للأخوة شخص يريد أن يذهب إلى المستشفى ويحتاج إلى سيارة تنقله إلى المستشفى السيارة مجرد واسطة مجرد وسيلة مجرد طريق مجرد جيسر إلى المستشفى المصلحة الحقيقية هي في الكون في المستشفى للعلاج أما السيارة فليس في الكون فيها في التواجد فيها في السير فيها ليس فيها مصلحة لذاتها الطريق ليس فيه مصالح وإنما المصلحة والوجوب في ركوب السيارة هو لأجل العلاج ولأجل الوصول إلى المستشفى فالطريق ليس هناك فيه مصلحة خاصة وليس هناك وجوب للطريق بما هو طريق يدعو للطريق يعني اركب السيارة وسر بالسيارة لا يوجد شيء أمر لنفسه وإنما سر بالسيارة أو اركب السيارة أو قد السيارة أو أجلب السيارة لأجل الوصول إلى المستشفى فذلك الأمر الواقعي هو الذي يدعو للطريق لا أن الطريق نفسه فيه خصوصية الطريق مجرد طريق فالأمارة مجرد كاشف عن الواقع والذي يدعو للعمل بالأمارة هو تلك المصالح الواقعية التي تكشف عنها الأمارات هذا يعني أن الأمارة مجرد طريق وهذا يصطلح عليه بالطريقية نرجع إلى اللوحة أحبتي منهج الطريقية أن تشريع العمل بالأمارة الظنية اعمل بخبر الثقة اعمل بالبينة مثلا ناشئ من جهة كونها طريق من جهة كونها كاشف ليس إلا وليس فيها مصلحة خاصة عدا أنها ماذا؟ أنها تكشف عن الواقع فالذي يدفع للعمل بالأمارة هو الواقع الذي تكشف عنها الأمارة المصالح الواقعية التي تكشف عنها الأمارة والذي يدعو للعمل بالأمارات هو الأحكام الواقعية التي تكشف عنها الأمارات أقصد من الواقعية عن ذات الأمر وتكون الأمارات مجرد طريق لها خصوصيتها أنها طريق ميزتها أنها طريق وليس فيها خصوصية ذاتية طيب كيف يمكن أن نصحح جعل الظن وتشريع الظن والأمر بالعمل بالظن مع إمكان العلم كيف يمكن ذلك يا أصحاب منهج الطريقية قالوا والذي يصحح جعل الظن جعله حجة مع إمكان العلم هو ماذا؟ مع إمكان العلم واحتمال تفويت الأحكام بسبب العمل بالظن لأن الأمار الظنية يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطي الواقع ما الذي يصحح هذا الجعل؟ هو مثلا مصلحة التسهيل على المكلفين ونحوها مما تقدم من المصنعين هذا هو منهج الطريقية الذي لم يتقبل هذه الفكرة قال لا يمكن عندي أن المولى الحكيم يشرع الأمر أو يشرع وجوب العمل بالظن مع إمكان اكتساب العلم لمجرد أنه طريق ظني هذا ما مقبول عندي صعب أن أتصور هذا الأمر ذهب إلى السببية الأصل في الأمارات أنها طريق ولكن لأنه لم يمكن عند البعض تخيل إمكان جعل الحجية للأمارة مع إمكان اكتساب العلم فلجأوا إلى السببية وتقدم معنى السببية أكرره هنا منهج السببية أن هناك مصلحة راجحة في الظن بسبب قيام الإمارة ذات الإمارة سيكون فيها مصلحة ذات الأمارة يكون فيها مصلحة وليس الواقع الذي تكشف عنه الأمارة وإنما ذات الأمارة فيها مصالحه بحيث تكون هذه المصلحة الناشئة من قيام الأمارة مقدمة على مصلحة الواقع الذي يراد كشفه بالأمارات على القول بوجود واقع سيأتي إن شاء الله أن هناك ثلاثة أقوال هذا الواقع قد يضيع بسبب قيام الأمارة لأن الأمارة ظنية فيمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ فإذا أخطأت الأمارة الواقع ضاعت مصلحة الواقع يقول لا بأس نقبل بضياع مصلحة الواقع بسبب اكتساب المصلحة الجديدة الناشئة من الظن الحاصل من قيام الأمارة والذي يصحح جعل الظن حجة مع إمكان العلم يريد إحلها الإشكالية والطريقية لم تحل الإشكالية عنده قال هذا احتمال تفويت الأحكام بسبب العمل بالظن هو ماذا؟ الذي يصحح جعل الظن ما هو؟ المصلحة الراجحة الحاصلة في ذات الأمارة هذا منهج السببية أحبتي منهج السببية يقول أن تشريع جعل الأمارة جعل الأمارة حجة عند إمكان العمل بالظن هذا التشريع بسبب وجود مصالح في ذات الأمارة الظن الحاصل من الأمارة سيكون فيه مصلحة طيب هذه الأمارة ظنية يمكن أن تصيب الواقع ويمكن أن تخطئ الواقع فمصلحة الواقع كيف؟ يقول المصلحة الحاصلة في الظن عند قيام الأمارة مقدم على مصلحة الواقع على القول بوجود واقع ستأتي إن شاء الله في اللوحة رقم ثمين هذا هو منهج السببية في قبال منهج الطريقية أذكر أن الطريقية هي الأصل والذي قال بالسببية والذي ذهب إلى السببية كالمرحوم الشيخ الأنصاري على الله مقامه بسبب أنه الطريقية لم تثبت عنده ومع أنها هي الأصل ولكن يوجد إشكال فيها من جهة أنه كيف نبرر للمولى الحكيم أن يجعل الحجية للظن مع إمكان العلم فقال لا بد أن يكون هناك مصلحة في ذات الأمارة وتقدم مرارا نذهب إلى اللوحة رقم ثنين التي هي تفسر السببية السببية على ثلاثة أقسام السببية على ثلاثة أقسام هناك سببون هناك من يقول بأنه ليس عندنا أحكام في الواقع الأحكام الشرعية متأخرة عن الواقع متأخرة عن العلم متأخرة عن قيام الأمارة تقوم الأمارة على وجوب شيء فيشرع الله سبحانه وتعالى حكماً على وفق الأمارة يعني ليس هناك واقع تخطئه الأمارة أو تصيبه الأمارة إذا قامت الأمارة تحقق الحكم ما قامت الأمارة ما تحقق الحكم فالحكم تابع للأمارة وليست الأمارة كاشفة عن الحكم الحكم يحدث بعد قيام الأمارة فإذا قامت الأمارة على وجوب شيئين شرع الله سبحانه وتعالى وجوبه وإذا قامت الأمارة على حرمة شيئين شرع الله سبحانه وتعالى حرمته هذه الفكرة يصطلح عليها التصويب الأشعري التصويب الأشعري مصطلح هكذا تنسب إلى فلان صحة النسبة هناك من يقول بها يقصد هذا المعنى لا يقصد هذا المعنى مباحثنا نصطلح على هذه الفكرة التصويب الأشعري وهي أنه الحكم الشرعي قبل الأمارة لا شيء توجد الأمارة ثم يشرع الله سبحانه وتعالى حكما شرعيا مطابقا للأمارة هذا يسمى التصويب الأشعري الفكرة الثانية للسببية التفسير الثاني للسببية الرؤية الثانية في السببية هي لا هناك حكم شرعي بحق العالم وبحق الجاهل نفس الحكم مشرع للعالم ومشرع للجاهل اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهل ولكن إذا قامت الأمارة على خلاف هذا الحكم تغير الحكم لا يكون فعليا تكون الأمارة مانعا عن فعليته ويأتي حكم جديد موافق للأمارة يكون هناك تشريع جديد مناسب على طبقه وموافق للأمارة التصويب الأشعري ماذا كان يقول كان يقول ليس عندنا حكم قبل الأمارة تقوم الأمارة فيشرع الحكم الفكرة الثانية للسببية هي تقول لا يوجد حكم مشترك بين العالم والجاهل ولكن قيام الأمارة يمنع عن فعلية هذا الحق قيام الأمارة يمنع عن الفعلية لا يكون الحكم الذي هو في حق الجاهل لا يكون فعليا بل يتبدن بعد قيام الأمارة على شيء يكون الحكم الواقع على طبق الأمارة الحكم الجديد الواقع يكون على طبق الأمارة يعني يتبدل الواقع بعد أن كان الواقع شيء قامت الأمارة على خلافه يتبدل ويتغير الواقع إلى واقع جديد يوافق الأمارة الأول كان يقول لا يوجد واقع الثاني يقول يوجد واقع ولكن ليس فعليا الأمارة التي قامت على خلافه منعت عن فعليته فتبدل الحكم إلى الحكم الجديد هذا النوع الثاني في تفسير السببية يسمى التصويب الأشعري أفوا التصويب المعتزلي الأول كان الذي يقول لا يوجد حكم يسمى التصويب الأشعري الثاني الذي كان يقول يوجد حكم ولكنه ليس فعليا منعت الأمارة التي خالفته وجاءت على خلاف الحكم الواقع تمنع عن فعليته وتنشئ حكما جديدا توجد حكما جديدا الله سبحانه وتعالى يغير الحكم إلى الحكم الجديد على وفق الأمارة هذا التصويب المعتزلي الرأي الثالث في بيان السببية هو الذي نحتاجه وهو الذي نقف عنده وهو الذي طرحه المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه وقال أنه يوجد واقع على خلاف التصويب الأشعري يوجد واقع الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل وهذا الواقع لا يتبدل ولا يتغير على خلاف التصويب المعتزلي التصويب المعتزلي قال يوجد واقع ولكن يتغير وتبدل على وفق الأمارة والواقع السابق لا يكون فعليا المرحوم الشيخ الأنصاري قال لا الواقع لا يتغير ولا يتبدل ووجود الأمارة لا يغير الواقعيات الأمارة التي تخطئ الواقع يعني إذا كان الواقع وجوبا والأمارة دلت على الحرمة الواقع لا يتغير ولا يتبدل هذا رأي شيخ الأنصاري ولكن قطعا هناك مصلحة وفائدة في هذه الأمارة هذه المصلحة وهذه الفائدة هي التي تبرر جعل الأمارة الظنية حجة مع إمكان العين المرحوم الشيخ الأنصاري أراد أن يبرر جعل الأمارة فقال لا بد أن هناك مصالح فيها تبرر هذا الجاعد للاحظ الأحبة التصويب الأشعري يقول هذا التصويب الأشعري في تفسيرات السببية يقول لا يوجد هناك تشريع واقعي بحق الجاهل وإنما يكون التشريع على وفق مفاد الأمارة بعد الأمارة التشريع متأخر عن الأمارة يكون على وفق مفاد الأمارة فإذا قامت الأمارة تحقق بعد ذلك الحكم الشرعي الواقعي هذا التصويب الأشعري التصويب المعتزلي قال لا هناك حكم في الواقع قبل الأمارة من شأنه أن يكون فعليا بحق العالم والجاهل ولكن قيام الأمارة على خلاف هذه الحكم الواقعي يمنع من فعلية الحكم فلا يكون فعليا بحق الجاهل وإنما يكون الحكم الواقعي الفعلي الجديد بحق الجاهل هو مفاد الأمارة ويكون مفاد الأمارة نتيجة الأمارة مدلول الأمارة ما يفهم منها هو حكم واقعي جديد وإن خالف الحكم الواقعي السابق لأن الحكم الواقعي السابق غير فعلي هذا هو التصويب المعتزلي التفسير الثالث الذي طرحه المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه هو التصويب السلوكي أو التصويب الإمامي لأنه للإمامية أو المصلحة السلوكية هذا مصطلح المصلحة السلوكية المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه لم يقبل التصويب الأشعري وهو أنه لا يوجد هناك حكم أصلا قبل الأمارة وإنما الحكم بعد الأمارة ولم يقبل التصويب المعتزلي الذي قال أن الحكم يتبدل وأن الحكم الواقعي يكون غير فعلي والحكم الذي دلت عليه الأمارة الذي هو مخالف له وهو الذي يكون فعليا لم يقبل هذا الكلام قال لا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل والأمارة لا تغير الأحكام ولا تبدل الأحكام إذا خالفت الحكم الواقعي يعني الحكم الواقعي كان وجوب والأمارة دلت على الحرمة فالحكم الواقعي يبقى هو الوجوب وهو الشامل للعالم والجاهل ولكن قطعا لا بد أن هناك منفعة ومصلحة وملاك في الأمارة لكي يشرعها الله سبحانه وتعالى لكي يشرعها الله سبحانه وتعالى لا أن الله سبحانه وتعالى يشرع الأمارة مع أنها ظنية ويمكن أن تخطئ الواقع والمكلف يمكن أن يصيب الواقع هذا الأمر غير متصور سأبين فكرة المرحوم الشيخ الأنصاري على شكل خطوات وعلى شكل مقدمات ثلاث خطوات تصل بنا إلى رأي المرحوم الشيخ الأنصاري ليلحظ الأحبة اللوحة رقم ثلاثة التفسير الثالث الذي هو المصلحة السلوكية أو التصويب السلوكي أو التصويب الإمامي وهو بيان المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله تعالى أبينه على شكل خطوات الخطوة الأولى الاعتراف بأن تشريع حجية الأمارة يعني العمل بالظن مع إمكان تحصيل العلم قبيح ما استطاع أن يبرر تشريع حجية الأمارة مع إمكان تحصيل العلم قال هذا أمر قبيح لو استطعنا أن نبرره لقلنا بمنهج الطريقية ولكن بأنه غير مبرر هذا الأمر هذا أمر قبيح وأن التبريرات التي ذكرها أصحاب مسلك الطريقية هي تبريرات غير مجدية إذن نحتاج إلى السببية ولكن أي سببية لا سببية التصويب الأشعري ولا سببية التصويب المعتزمي هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نفي أن يكون للأمارة الكاشفة عن شيء تأثير في إيجاد مصلحة فيه يعني الأحكام الواقعية لا تتبدل ولا تتغير ولا يكون هو الحكم الواقعي للمكلف الذي كشفت عنه الإمارة لا يكون هو الحكم الواقعي للمكلف خلافا للتصويب المعتزمي الذي قال أن الحكم الواقعي يتبدل الحكم الواقعي كان الحرمة مثلا ولكن الأمارة قامت على الوجوب فالحرمة الواقعية تكون غير فعلية والوجوب الجديد الذي دلت عليه الأمارة يكون هو الفعلي يقول له خلافا للتصويب الأشعري والتصويب المعتزمي فالواقع يبقى كما هو لا يتغير الأحكام مشتركة بين العالمي والجاهل ويبقى الحكم الواقعي شاملا للعالمي والجاهل حتى لو هذا الجاهل قامت عند إمارة على خلاف الحكم الواقعي يبقى تكليفه هو الحكم الواقعي في الأصل مهما كان مفاد الأمارة الظنية طيب إذن شيخنا كيف تبررون تشريع الحجية للأمارة مع إمكان تحصيل العلم هذا في الخطوة الثالثة لكي يكون تشريع حجية الأمارة الظنية وإيجاب العمل على طبقها حتى مع إمكان الوصول إلى الأحكام من خلال العلم لكي يكون متصورا من المشرع الحكيم لا بد أن يكون لهذا التشريع مصلحة تبرره بحيث يكون هناك منافع ومصالح في ذات الأمارة الظنية تبرر تشريعه وإن كان يمكن أن يخالف الواقع لأنه ظني بحيث تتدارك هذه المصلحة الحادثة في الأمارة الظنية الحادثة في العمل بالأمارة تتدارك ما يمكن أن يضيع من المصالح الثابتة في الأحكام الواقعية التي تخطئها الأمارة ولكن ولكن لا ينشئ الشارع حكما ظاهريا على طبق ما أدت إليه الأمارة خلافا للتصويب الأشعري وخلافا للتصويب المعتزلي كما هو المعروف من المذهب السببية كأنه المعروف من المذهب السببية أنه أن المولى سبحانه وتعالى يشرع حكما ظاهريا المصنف يعني الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول لا لا يشرع المولى حكما ظاهريا أو حكما جديدا على طبق الأمارة على طبق ما دلت عليه الأمارة فمثلا إذا قامت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا جاءت رواية قالت إذا رأيت الهلال في المرة الأولى فادعوا بكذا وكذا التصويب الأشعري يقول قبل قيام الأمارة لا حكم شرعي بعد أن قامت الأمارة على الوجوب صار الآن هو تكليف المكلف أن يدعو عند رؤية الهلال هذا التصويب الأشعري التصويب المعتزلي يقول مثلا على سبيل المثال كان الحكم الواقعي للدعاء عند رؤية الهلال هو الاستحباب ولكن بما أن الأمارة قامت على الوجوب فالاستحباب لهو الحكم الواقعي لا يكون فعليا ويتغير الحكم على وفق ما جاءت به الأمارة ويكون التكليف الواقعي الجديد لهذا المكلف يعني تكليف الفعلي لهذا المكلف عند الله سبحانه وتعالى هو الوجوب لأن الأمارة دلت عليه فيتبدل الواقع هذا المعتزلي المرحم الشيخ الأنصاري قال لا إذا فرضنا أن الواقع هو استحباب الدعاء عند رؤية الهلال وليس الوجوب هذا الاستحباب ثابت في حق العالمي والجاهل قامت الأمارة على الوجوب جاء خبر ثقة دل على الوجوب وظاهره الوجوب الشيخ الأنصاري يقول الواقع لا يتبدل ولكن كيف يمكن للمولى الحكيم أن يشرع العمل بالأمارة العمل بالظواهر العمل بأخبار الثقات مع إمكان الوصول إلى الأحكام من خلال العلم مع إمكان اكتساب العلم كيف يمكن للمولى الحكيم أن يشرع الظن مع إمكان العلم هذا غير عقنابي وما قبل التبريرات التي ذكرها أصحاب منهج الطريقية قال هذه التبريرات غير مجدية هذا غير عقلائي إذن لابد أن يكون هناك مصلحة في نفس اتباع الأمارة هذه المصلحة التي في اتباع الأمارة تبرر وتصحح تشريع جعل الظن حجة مع إمكان الوصول إلى العلم هذا هو رأي المرحوم الشيخ الأنصاري وهو الذي يصطلح عليه المصلحة السلوكية هناك مصلحة في سلوك الأمارة هناك ثمرة هذه الثمرة تعوضنا عن الواقع الذي يمكن أن يضيع بسبب الأمارات لأن الأمارة الظنية فيمكن أن تخطي الواقع فتضيع علينا الواقع سلوك الأمارة في نفسه فيه مصالح لا بد أن يكون فيه مصالح تعوض عن تلك المصالح الفائعة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة